تبادل الغازات هي إحدى مراحل عملية التنفس ويطلق عليها التنفس الخارجي External Respiration والتي يحدث فيها تبادل للغازات داخل الرئتين بين الحويصلات الهوائية وشبكة الشعيرة الدموية الموجودة على الجدار الرقيق لها حيث يتم من خلالها نقل غاز الأكسوجين من الحويصلات الهوائية إلى الدم ومنه إلى القلب لضخه إلى جميع أجزاء الجسم للقيام بوظائفه الحيوية وكذلك نقل غاز ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية استعداداً لطرده خارج الجسم ولكن كيف تحدث هذه العملية يتم دخول غاز الأكسوجين مع الهواء إلى داخل الرئتين تحديداً إلى الحويصلات الهوائية نتيجةً لكون ضغط الهواء خارج الرئتين أكبر منه داخل الرئتين وبعدها يدخل الأكسوجين من الحويصلات الهوائية إلى السائل النسيجي بين الخلايا المحيطة بالحويصلات الهوائية عن طريق عملية الانتشار البسيط والتي تعني انتقال الغازات من الواسط الأكثر تركيزاً إلى الواسط الأقل تركيزاً وتستمر عملية الانتشار البسيط هذا لتنقل الأكسوجين من السائل النسيجي إلى الدم في الشعيرات الدموية